شرطة أن شاحنة ملغومة قد انفجرت الست أمام فندق في مقدشيو أدبع انفجار ثاني في منطقة مجاورة بالعاصمة وقد أعلن الرئيس الصوملي محمد عبدالله فرماجو الحدادة ثلاثة أيام ودعا إلى التبرع بالدم وتقديم مساعدات مالية لضحايا الهجومين ولم تتبنى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجيرين إلا أن حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة كثيرا ما تشن هجمات في العاصمة وفي أماكن أخرى بالبلد تظاهرات حاشدة انطلقت في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو في مسيرة احتجاجية تعبيرا عن رفض الأهالي لتفجيرين شهدتهم المدينة يوم السبت وأصفر عن مقتل وجرح حوالي ستمائة شخص لقد كانت مذبحة لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا خلال سبعة وعشرين عاما مضت الاعتداء وقع بواسطة شاحنة مفخخة انفجرت بعد ظهر السبت عند تقاطع بي كي خمسة في منطقة هودان الحي التجاري المقتض في العاصمة بمتاجره وفنادقه ما أحدث دمارا شديدا كما خلف خسائر كبيرة في الأرواح تبعهم فجار ثاني في منطقة مجاورة بالعاصمة الرئيس الصومالي أعلن الحداد ثلاثة أيام ودعا للتبرع بالدم وتقديم مساعدات مالية لضحايا الهجومين اليوم فقدنا أناسا أعزاء في مجتمعنا لننضم سويا في الحرب ضد الجماعة الإرهابية التي تهدد سلامنا واستقرارنا لننسى ما بيننا من خلافات ولنعمل معا لأجل صلاح مجتمعنا وفيما لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الهجومين أشارت السلطات بأصابع الاتهام إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي غالبا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديش وضواحيها رئيس بلدية مقديش وعد سكان العاصمة بأن يعمل المسؤولون ليلا ونهارا لإتمام مهمة العثور على ناجين ليكن هذا درسا لنا جميعا لن نقبل أبدا بتكرار مثل هذا الحادث المأسوي أوجه رسالة إلى شباب مقديش رجاء خرجوا ومدوا يد العون للفرق الطبية نحتاج إلى بعضنا البعض الآن أكثر من أي وقت وفيما تمضي جهود قوات الأمن في البحث عن الجناة والتحقيق في ملابسات العمليتين الإرهابيتين فقد دفن أهالي الضحايا 111 من أبناء مقديش فيما أخذت الحكومة المحلية على عاتقها مهمة دفن الآخرين لتعلن السلطات حدادا وطنيا وترفع الصلوات لأرواح الضحايا في الأيام المقبلة